بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة أمه ده يا سادة احنا عندنا شوية امور بتجد في حياتنا بتخلينا حياتنا اقل كفاءة واقل سعادة واذا الجريز ده فضلنا معاه اللي بيخلى حياتنا اقل كفاءة واقل سعادة ممكن نبص في لحظة نلاقي ان احنا عايشين حياتها مش على عامش بس نلاقي نفسنا عايشين حياة ميتة حياة ما فيهاش اي احساس بنعمة ربنا حياة ما فيهاش اي وصل حياة ما فيهاش احساس بكل المدد اللي بيجي من عند مولانا سبحانه وتعالى طب نعمل ايه بقى لازم نبص وندقق في حياتنا ولازم كل وقت نبحث في حياتنا ايه اللي بمتسبب في ان حياتنا تكون فاقدة للرؤية والوصل بالله سبحانه وتعالى من اكتر الحاجات اللي احنا شفناها في الفترة الاخيرة تلاتين سنة اللي فاتوا دول حاجة كده بتيجي بتحصل للانسان بتغيره بتغيره وبتخليه انسان فاقد معنى للحياة وخاصة فيه ملف مهم من ملفات حياتنا وهو ملف العمل بس على فكرة مش العمل بس ده ممكن يضرب في كل حاجة لما يكون عندنا الجليس المتعب ده ايه الجليس المتعب ده عندنا جليس هنصطلح على تسميته ان هو فقد الشغف فقد الشغف الكلام عن الشغف كلام كتير قوي وانا في الحقيقة ما بحبش الكلام اللي هو بتاع شغفك وابحث عن شغفك انا بحب الكلام اللي هي بنقصد فيه الكلام عن الهمة الكلام عن الوعي الكلام عن ضبط السعي الكلام عن ان الواحد يكون قلبه وضميره موجود أحب أن الشغف يكون هو ده الشغف يعني رسالة الشغف يعني هوية الشغف يعني همة الشغف يعني إحساس بالمسؤولية الشغف يعني قدرة على الفعل كل ده ممكن يساعدنا ودي مصادر كلها مصادر للشغف فالشغف حالة عند الإنسان حالة بيحس أنه هو فيها قادر وعايز ومريد للحاجة اللي هو بيقبل عليها عشان كده هي الناس ليه بتفقد الهمة وبيبقى عندها إحساس بالإحباط وقلت الرضا وإن الشغل مفهوش حاجة جديدة أنا أتكلم على ملف الشغل شوية لأن أكتر الحاجات اللي أنا شايفها دلوقتي وخطر جدا وخاصة في الحالة اللي إحنا فيها ييجي واحد يقول لي أنا فقدت شغفي فأسيب عملي فعرض بيته وحياته كلها لفتنة لا يعلمها إلا الله بل أظن أن بعض إذا كان ده في الرجالة فإن هيوقع نفسه في ظلم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول لأنا كمان شفت جدا من ده بيحسن من الستات ويراح عايزة تطلق لأنه بخلاص فقط تشغفها في الجوازة دي يا نهر أبيض للدرجة دي فإحنا محتاجين نفهم فلسفة الحياة هنضرب مثال بس للحاجتين اللي إحنا تكلمنا عليهم الحياة الزوجية وكمان مسألة العمل إحنا محتاجين نعيد الفهم الفلسفة العمل من جديد يا سادة العمل معنى من معاني الإنسانية وبالدقة ده معنى من معاني الرجولة إن الواحد يحس إنه هو بيقوم بما أقامه الله فيه يعني إنسان راجل يعني يدخل في قوله تعالى من الممينين الرجال انصدقوا ما عهدوا الله عليه ولذلك العمل أحد المعاني اللي بيحس بيها الإنسان بهويته بل إن الإنسان بيبقى إنسان لما يحس إنه عنده عمل وساعتها يدخل على باب العبودية لما يسمع قوله تعالى وقل اعماله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى هنا هيعرف إن ربنا بيحب اللي بيشتغله فييجي واحد يقول لي آه بيحب اللي بيشتغله عشان بيشقه يعني ويضحه من أجل مراد الله لا 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 خالص أنت غلطان خالص لا ربنا بيحب اللي بيشتغله عشان عارفين يعني إيه بني آدم ولقد كرمنا بني آدم العمل جزء من تكريم البني آدم إن أنت تكون قابل لإيه قابل إن أنت تنفذ اللي أنت مفطور عليه اللي أنت مخلوق وهو مركوز في فطرتك اللي هو إيه إن أنت بتعمل عشان تعمر فأنت فطرتك فيها التعمير والإنتاج فأنت مفطور على إنك أنت تضيف قيمة في الحياة مش أنت مفطور على إنك أنت لا تسوي شيء ولذلك لما سألت الملائكة في سؤال استفساري قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون علم آدم الأسماء طب علم آدم الأسماء كلها ليه عشان آدم يعمر لكن الله هيشوف العمل على إنه عبء بقى مش هيشوفه على إنه كرامة مش هيشوفه على إنه هوية مش هيشوفه على إنه إنسانية مش هيشوفه على إنه رجولة هيشوفه على إنه شيء مفروض عليه وهو مضغوط عليه وهو عبء يبقى ما يستحقش منه كل الوقت ده والمجهود ده لأنه هو عايز يهرب منه لأنه عب عشان كده عايز تحس بنور ربنا سبحانه وتعالى وتحس بالابتكار والابتاء والابداع حس إن العمل حياة إن العمل بيخليك إنسان بصراحة كده بالتعبير العامي إن العمل بيخليك بنا آدم شوف كده الإنسان لما يكون من غير عمل وعنده دور في الحياة وعنده مسئولية بيحس إنه هو بقى حاجة ما لهاش لازمة وما لهاش وجود خليك مع الشعور ده شوية هتعرف إن العمل ماله هتعرف إن العمل جزء من حياتنا بالعكس جزء محرك لكل فعليات الحياة يبقى العمل بينبط فيك وعشان كده العمل حركة العمل نجا من الهكود اللي بيسمم عليك كل حاجة أنت بتعملها ما تسمعش لحد يقولك توقف عن العمل ولا ينسيك إن العمل هو اللي بيخليك بيخلي الحياة طعم أنا لما كنتش بعمل كده واستخدم مهارتي كده واستخدم معرفتي بهذه الطريقة وأروح واجي وأحس إن أنا ببذل وأحس إن أنا ببذل وأنا مريد لهذا البذل هبحس إن أنا إنسان إزاي؟ أنا عارف إن في بعضنا هيضحك ويقول أنا نفسي أحوض في البيت وما اشتغل لشانا عايزة أنتخ بس في يوم من الأيام لما عينك تنور وتشوف الناس وإنت شايف المدد اللي فيهم وإنت شايف العفية العفية النفسية وإنت شايف السموت النفسي الريزيريانس السموت النفسي اللي في قلوبهم وإنت شايف البريق اللي في عيونهم لما بينجحوا لما يحسوا بمدد ربنا وهم بيقولوا الحمد لله من جوة قلوبهم وكل ما ينتج منتج كل واحد فيهم يحمد ربنا ويقول الحمد لله على التوفيق تلاقيهم بينوروا من كتر العمل ومنغمسين في قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيد أنكم أزيدك نور ورجولة وبركة ومحبة وأزيدكم كمان قرب مني ربنا بيخاطب قلوبنا وعشان كده ساعتها تقدر تفهم السر في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه آه يبقى ربنا بيحب الشغل المتقن عشان الشغل المتقن ده هو استثمار للنعمة أيها الشغل للرجال ورجولة على فكرة الرجولة دي مكانة مكانة إنسانية مش حاجة كده لا هي نوع يعني الرجولة مش ذكورة لا الرجولة مكانة في وسط البشر وعشان كده الشغل مش مكان للمتعة ربنا ما خلقش الشغل عشان نتمتع ربنا خلق الشغل عشان نعمر فحد يجي يقول لي هو وحش يعني إن أنا أتمتع وأنا بشتغل يعني أنتوا ليه كده عايزين تضيق علينا السعادة لا لا خالص لكن لازم تفهم إن حاجة مهمة جدا جدا إنك تتمتع في مكان المتعة وإن الشغل مكان للإنتاج ومجال للتعمير آه ممكن تسعد باللي أنت بتشتغل به لما تشوف نور مدد ربنا ونور الإنتاج والثمر اللي على أديك رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حد من الصحابة وهو جاي عايز يتسول إيه اللي حاصل إن المتعة مش في إنك أنت تحصل على الفلوس لكن النعمة والسعادة إنك تنتج فعلمه صلى الله عليه وسلم إنه ياخد فلوس ويحاول يستثمرها فخد الدينار ورح اشترى بفاس وقال له اذهب واحتطب ثم تعال إليه فذهب خمستاشر يوم ورجع له فظهر عليه أثر وجمال النعمة آه يبقى الشغل بوابة عظيمة عشان نشوف جمال النعم علينا إيه ده بس أنا مش فاهمين الشغل كده أنا فاهمين الشغل شقة الشغل مش شقة الشغل باب لفتح الرجا باب لفتح النعمة باب عشان تشوف في الدنيا الحياة واسعة واسع الفضاء وعشان كده لازم نفهم ده الشغل بيخلي الإنسان جميل لما يفهم يعني إيه شغل لكن الشخص اللي بيعيش إن الحاجة اللي ما بتلحقهاش وبتتمنع عنك وبتسيبها عشان تحصل على الشغل ده نوع من أنواع والعيز بالله تدمير الحياة وأنا ليه الشغل يضغط علي كده آه لا لا خلي بالك أنت ممكن تكون وقع في براسن اللي ربنا أشر إليه أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه لأنه لو كل واحد سب الشغل عشان يحقق لزيته ويحقق شهوته مش هنلاقي ناكل هو هتصدق نفسك الأمارة بسوء لما تقولك إن الشغل بيمنعك أو بيكون سبب من منعك من المتعة وإن الشغل ده عبارة عن شيء بيحقق للناس الآخرين وأنت ما بتنتفعش به خلي بالك النظرة دي جاي من الفردانية بتاعتك وجاي من إحساسك باللزة اللزة الزائفة الشغل هو اللي بيعلمك هو إيه اللي ممكن يبنيك إيه اللي ممكن يزودك مهارة الشغل هو اللي بيبني الرجولة لكن الشخص اللي مش قادر يصبر على الشغل عنده مشكلة في الصمود النفسي طب نعمل إيه بقى عشان نقدر نتعود على إن الشغل نعمة ويرجع لنا الشغف ده عايزين نتعود لما نروح الشغل أو أي حاجة إحنا مشايفين إن إحنا محتاجين فيها إن يكون عندنا شغف لازم نبص لقيمة اللي إحنا بنحسنه ندور على الحاجة اللي إحنا بنحسنها ونعملها لأن كل ما تعمل الحاجات اللي إنت بتحسنها تحس إن إنت وكأن في مدد من ربنا كأن في لزة كأن في فتح من ربنا وعشان كده يريد نقول لما الواحد نشوفه عمل حاجة حلوة نقول له إيه الله يفتح عليك أحسنت ويبقى عندك باب من أبواب القبول عند الناس لما تقول للناس وتساعدهم على إن ربنا يشرح صدرهم ويحصلهم نوع من أنواع ماذا؟ الشغف أنت هتلاقي نفسك أنت كمان وأنت بتقول لهم إيه اللي حاصل؟ بالضبط زي الدالة على الخير كفاعلي لما تقول للناس أحسنت الله يفتح عليك تحس إن النور ده وتوصل لقلبك الحاجة الثانية نحن لازم عشان نقدر يكون عندنا شغف لازم نستمر طول الوقت في التعلم ونتوقفش عن التعلم مهما كنت لازم تطور نفسك ويبدأ صوت نفسك الأمر بسوء يسكت والعلم يدخل مكانها ويحصل قانون الإزاح إن الحسنات يزيبن السيئات وما لقيتش حاجة تنور القلب وتخليه مليان بالشغف قد العلم كل ما تتعلم كل ما صوت القلب الممدود من الله يعلى وصوت النفس يقل ودايما ادعى ربنا إنه يجعلك من أهل النفع والتيسير على الناس فمسلا تقول اللهم اجعل سعادتي ومتعاتي فيما ينفع سبتني اللهم على الصلاح والنفع بأن أكون منتجا وسببا من أسباب التيسير على الناس واجعلني دوما يا كريم من أهل النفع وأهل التيسير يا رب العالمين أكرمني بأن أكون سببا في نفعي ولاء عبادك في كل وقت وحيم يا رب اجعلنا من أهل النفع واجعلنا دايما من أهل الفتح والتيسير اجعل قلوبنا يا رب ممدودة بمددك واجعل العمل يا رب نرى فيه نورك ومددك ومددك قبل أن نرى ما يخرج على أيدينا من خيرك يا كريم اللهم إنا نسألك أن تمدنا بمددك فنرى نورك قبل العمل وفي العمل وبعد العمل نوراً وبركة وعمراناً يا كريم يا رب العالمين بعد الفاصل ننتقي بأسئلتكم المباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم منخصص لها وقت زي الوقت اللي احنا مخصصين دلوقتي عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة ونسعد بيها ونفضل في مجلس العلم المفتوح ببركة نظر مولانا سبحانه وتعالى إلينا أول سؤال وصلنا بيقول ادعيلي لإني مش لقيا في جوزي أي شيء من اللي بتقوله حضرتك لا حاول ألاقوة إلا بالله وبحاول أصبر واكتهد في الصبر وهو بيعين الشيطان علي قال إن احنا مش ماشيين بمنهج الرضا احنا لازم نمشي بمنهج الرضا منهج الرضا ده فيه إيه بقى منهج الرضا فيه حاجة مهمة قوي إن احنا لازم نشوف محاسن شرك الحياة وتاني حاجة لازم نتغاضع عن مساوي تالت حاجة لازم نستثمر المحاسن دي لازم أقوله على فكرة فيك حاجة كويسة جدا جدا اللي انت بتفكر كويس انت عندك انت بتحلل كويس جدا 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 انت كمان بتقدر تتواصل مع الناس كويس استثمر ده بقى في حياتنا لما استثمر ده في حياتنا وخاصة ان احنا نتكلم عن المستقبل والسعادة ده ممكن مفيش حد مفيش حاجة كويسة انت لو حاضرك عايشة معايا ومعاكي أولادك أكيد في حيات كويسة أكيد في حيات كويسة بيشوفوها لأولادك وانت ما بتشوفوهاش لان انت عايزاله الصورة الكاملة أنا نصحت لحضرتك أول حاجة رجعي كده انت بتبص الجوزك من خلال الصورة الكاملة اللي انت حطها للبنى آدم الكامل ولا بصله على انه بنى آدم زي وزيك عنده أخطاء وعنده أشياء وعنده عيوب ممكن العيوب دي بعد شوية لما يحصل ان احنا نستثمر المحاسن اللي فيه تزول العيوب دي فأول حاجة أنا نصحت لكي ان انت رجعي انت نظر لزوجك من أي عين لو نظره من عين الكمال فأكيد هتشوفيه عنده نواقص كتيرة لكن لو شايفاه من عين الحبيب من عين الرفيق من عين الصديق المسألة هتختلف تماما هتشوفي فيه حاجات حلوة كتير انت مش شايفاه أنا شايف ان الكلام اللي انت بتقولهولي ده بين قوي ان وجهة النظر وانت بصله من أنا جهة انت بصله من جهة ان هو مش هو النموذج اللي انت كنت بتتمنيه هتقولي طب وكل الناس بتبص كده هي ايه اللي بيخلي الستة تتوجع ولا تتأذي ولا تتدايق ان هي تحس ان هي انخدعت في جوزها او الحقيقة مش انخدعت بان ان هو بنا قدم ازا بيقيته بنا قدمين مش من ذلك الملاك اللي بجناحين اللي بيطير طب انا بقول كده ليه لان انت مش جاية بتقوليلي انا عايز انا حياتي انت جاية بتقوليلي ازاي اكمل حياتي فاللي انا بقولولك ده هتقولي يتكمل بيه الحياة يتكمل الحياة بان انا ايه اشوف محاسن شريك حياتي ولما اشوف محاسن شريك حياتي اكيد اشوف عيوب فلما اشوف عيوب اتغاضع عنها فلما اتغاضع عنها ايه اللي يحصل استثمر محاسن فتزق العيوب دي فتبتدر العيوب دي تروح فانا نصحت لحضرك ان انت تعملي ده انا نصحت ان انت تحاولي كده طيب بكتير الستات تقولي الستات كلها بيقول علي ان هو حكيم بيقدر يحل المشاكل وانا مش شايفة ده الناس كلها بتقول ان هو هادي وانا مش شايفة ده طب ما ينفعش ان الناس تشوف فيه حاجة كويسة في زوجك وانت مش شايفها يبقى انت لازم تراجع نظرتك تراجع نظرتك تستخرج المحاسن بتاعته تتغاضع عن العيوب بعد كده تستثمري هزين المحاسن تقولي علي بيه ده كله لا انت مش عليك بيه ده كله لان هو كمان واجب علي ان هو يعمل كده وهو ده مقتدى قولي تعالى وعشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى اذا كل الكلام ده كله ده واجب علي الزوجين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرقوا مؤمنة اذا كره منها خلقا راضيا منها لاخر فكمان الكلام ده مش على الزوج بس وعلى الزوجة كمان فاذا حضرة النبي بيأمرنا وكاني طب اقول لي حضرة حاجة لو اني اكيد فيه راجل مفوش محاسن خالص ما كانش حضرة النبي قال كده يبقى اذا احنا احنا ادرين ان احنا نستخرج بعض المحاسن من شريك حياتنا لو عملت التلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكريمك ويوسع عليك وان شاء الله يفتح عليك ويجعل حياتك سعادة وهنا ان شاء الله وبعدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من حمر النعم تخيالي بقى ان الرجل دوت يكون ده جنتك ونارك ويفتح عليك ربنا سبحانه وتعالى بيك طاعة عظيمة وبركة ويجعلك من الموفرين الثواب ويجعلك ان شاء الله في نعمة وبركة ونور ان انت فتحت باب النور وباب البركة الحد من احب الناس اليك السؤال التاني بيقول السلام عليكم يا دكتور حضرتك بدخل الجامع ساعة الصلاة يعني ساعة الاذان واضح ان هو بيكلم عن ساعة الاذان وبصلي صلاة من اللي علي وبعدين بصلي ركعتين قبل الصلاة هل يجوز؟ يعني هو بيقول ايه؟ لما بيدخل المسجد بيصلي اللي عليه الاول بيصلي مثلا كان عليه صلاة ظهر عليه صلاة عصر صلاة مغرب اي صلاة من الصلاوات فبيدخل في وقت الصلاة ده يصلي صلاة من اللي عليه وبعدين يصلي السنة وبعدين يدخل على الفرض اللي هو بيقوله ده بيقول ان الترتيب ده صح فيبقى عندنا سؤالين السؤالين الاولاني اللي انا بعمله صح؟ اه لان هو متصور ان هو لازم لما يدخل المسجد لازم يصلي تحية المسجد ما هو تحية المسجد ده معناها تحية المسجد من الصلاة بعينها تحية المسجد معناها ان انت ما تقعدش غير لما تصلي فأنت لما تصلي الصلاة اللي عليك اللي هي الصلاة اللي ايه الصلاة القضاء فأنت لو صليت صلاة القضاء اول ما تدخل المسجد انت صليت تحية المسجد اه كده صليت تحية المسجد ايه ده يعني انا كده كأني صليت صلاتين اه كأنك صليت صلاتين انت صليت 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 القضاء اللي عليك ووقعت عن تحية المسجد واخدت سبب ان انت ايه فعلت امر النبي ان انت ما تجلس في المسجد قبل ما ايه قبل ما تصلي عارف زي ايه زي المحد يسوم القضاء اللي عليه في الشوال فيبقى صام الستة من الشوال هي هي على فكرة احنا واخدين اصلا القياس من تحية المسجد على الستة من الشوال يبقى ايه اللي حاصل يبقى مسألة بسيطة خالص يبقى انت لو دخلت وصليت القضاء اللي عليك واول ما تدخل المسجد حصل تحية المسجد يبقى داوة اول سؤال السؤال التاني بقى ان هو بيقول لي هو الافضل ان انا او اللي انا عملته دا صح ويقبل عند الله اه صحيح صحيح ليه لان انت لما صليت القضاء اللي عليك هو اولى لان قضاء اللي عليك واجب اولى من صلاة السنة فالترتيب اللي انت عملته صح لان هو بيقول لي ايه اصلا ممكن لما اصلي الصلاة من الصلاة اللي علي اجي اصلي السنة ما لاقيش وقت ويقدي ويقيمه الصلاة اه ما فيش ما فيش مشاكل انت ما عملتش اسم ولا قصرت في الايه ولا قصرت في مسألة صلاة الايه صلاة السنة يبقى انت الترتيب اللي انت بتعمله دا صح واللي انت بتعمله ان شاء الله تثاب عليه وان شاء الله ربنا لا يوضيع الاجر يبقى هل يجوز اه يجوز ان انت تصلي اللي عليك ثم تصلي سنة سنة الصلاة اللي انت داخلها ثم بعد ذلك تصلي الفرد مع الجماعة فيجوز الكلام دا حتى لو مش مع الجماعة حتى لو عتعمل كده يجوز تصلي برضو لو انت سواء مع الجماعة او غير مع الجماعة لان السؤال مش مبين نفترض ان هو دخل المسجد فصلى قضاء وبعدين صلى السنة اللي عليه وبعدين صلى الفرد اللي عليه الفرد اللي هو حال الان الفرض الذي دخل وقته يبقى خلاص صلاتك برضو صحيحة والترتيب اللي انت عملته صح وما فوش اشكال السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم حضرتك هو ممكن يكون الاولاد مش نعمة وايه هي الحالة اللي يكون الاولاد مش نعمة المن والبنون زينة فمعنى ان هي زينة ان ربنا سبحانه وتعالى جعلها معنى من معاني الرزق فالاولاد رزق ومعنى ان هي رزق الرزق نعمة مفهوم النعمة واسعة اوي كل ما اعطاك الله اياه نعمة كل نعمة لكن هو ايه اللي حاصل العبد يرى عطية مولاه فيجدها نعمة عندما يرى ان مولاه سبحانه وتعالى لا يعطيه الا من فضله فسعتها يراها نعمة فاذا لم يرى ده لم يرى ان العطية دي من عندي مولاه قد تتحول الى نقمة قد تتحول الى ايه الى نقمة فهو بيسأل بقى امتى الاولاد يكونوا مش نعمة طبعا الاسئلة اللي زي دي بتبقى اسئلة مفخخة بتبقى تبقى بها رسائل لبعض الاولاد يعني امتى الاولاد ما يكونوش نعمة يبقى الاولاد نعمة او الاولاد نعمة يبقى الله سبحانه وتعالى جعل الاولاد دول نعمة نعم الله سبحانه وتعالى جعل الاولاد نعمة طيب ايه المشكلة بقى المشكلة ان في بعض الاولاد الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إمتى بقى يتحولوا إلى هذا إمتى يحصل الكلام هذا لما يتحول الأولاد والأزواج إلى إيه إلى مانعين من الوصول إلى الله يتحول الأولاد من كونهم فضل ونعمة فيلهون عن الله سبحانه وتعالى ونزاك الله سبحانه وتعالى يأمرنا لا تلهيكم أولادكم وأموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني إيه عن ذكر الله إن أنا أقول الله 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 لا تلهينا عن ذكر الله إن إحنا نعرف إن الأولاد من عند الله والزوجات من عند الله فيتحول الأولاد والزوجات والأموال إلى إيه إلى مقصد وغاية مش على أنهم عون لنا على الوصول إلى الله فيبقى مرضات الأزواج والأولاد حتى لو كانوا هم باب من أبواب الدخول على الله سبحانه وتعالى يبقى مرضاتهم هو مراضي لله سبحانه وتعالى حتى لو كان ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى فتنتي فتنتي يعني إيه؟ يطلب من الأولاد أشياء حتى لو من الحرام فإن ليه يحصل؟ فأنا لو استجبت ساعتها تبقى فيه فتنة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة هنا الأولاد والأموال هيتحولوا إلى فتنة سواء طلب الأموال أو وجود الأموال يتحول إلى فتنة فتنة تفتن الإنسان في قيمه وأخلاقه والأولاد يبقوا فتنة كمان لما يفتنوا الإنسان في قيمه وأخلاقه لما الأولاد يضغطوا عليه عشان يتخلى عن قيمه أو يتخلى عن حياته المستقيمة ساعتها بيبقوا كده يبقى إيه العلامات اللي أعرف أن الأولاد تحولوا إلى فتنة؟ أول حاجة إذا كانوا سبباً في ماذا؟ في تخلية عن القيم الأمر الثاني إذا كانوا سبباً عن أن أتلهها بهم عن الله سبحانه وتعالى في إيه اللي يحصل؟ واحد راح ارتشى عشان يوفر لأولاده مستوى اجتماع بس المراد الأولاد هم اللي كانوا بيقولوا لتصرف إحنا عايزين نعيش في مستوى معين وما تفتناش وانت راجل ما لكش أهمية عندنا ولا تحصى على الأبوة ولا أتقول لك مكانة إلا إذا عايشتنا في المستوى ده تتصرف زي ما كل الناس بتتصرف في أولاد بيعملوا كده؟ آه في أولاد بيعملوا كده الأمر الثاني إن ممكن يكون معنى الآية اوعى تجعل أموالك وأولادك فتنة يعني المعنى هو إيه؟ إن اوعى تجعل أولادك وأموالك فتنة فتلتهي بهم عن الله سبحانه وتعالى يبقى هنا حكتين إما إن فعلاً الأولاد والأموال يصبحوا فتنة علي لما الأولاد يدفعوني دفع ويكونوا عوناً للشيطان علي إن أنا ألتهي وأترك القيم ودي أول حاجة أو إن أنا ألتهي عن ذكر الله بمعنى ألتهي عن أن الله حاضر ويؤمروني بأن أنا أموال ضميري أو شيء من هذا القبيل بيحصل آه بيحصل كتير في بعض الأحيين إن الأولاد يقولوا أنت ضميرك ده اللي خلينا عايشين في المستوى الاجتماعي اللي نحن فيه ده يبقى أنت واجب عليك إن أنت تروح ترشدهم وتعلمهم وتربيهم هنا الأولاد ممكن يكونوا فتنة يبقى أول حاجة ترك القيم ثاني حاجة إن إحنا نلتهي بأولادنا عن الله سبحانه وتعالى فمن لا نرى الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة إن الأولاد ممكن يكونوا فتنة وما يكونوش نعمة عندما أنا أشوف إن أولادي دولة بتوعي أنا ملكي أنا فأبتدي أعمل إيه؟ عايز أسيطر على حياتهم كلها آه إيه ده بس إحنا كنا فمن إن المعنى الفتنة معنى الفتنة بس هو الأول لا المعنى الفتنة التاني إن أنا من شدة إحساسي بإن دولة منتمين إليه أسيطر على حياتهم آه هنا الأولاد مش هيتحولوا إلى النعمة هيكونوا فتنة بس فتنة عليك وفتنة عليهم وعلى فكرة مش لازم عشان الأولاد يبقوا فتنة سبب المشكلة من عندهم هم لأن إحنا قلنا إن تفسير من تفسيرات قولي تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن إوعوا ده تحذير وأمر من الله سبحانه وتعالى ونهي على إن إحنا نحول أولادنا إلى فتنة مش إن الأولاد في الأصل هم مفتنة لا ده المال نعمة والأولاد نعمة فقووا تحولوهم إلى فتنة إمتى يتحولوا إلى فتنة لو أنتوا حاولتوا تسيطروا عليهم وتخلوهم بتوعكم ملككم ساعتها يبقوا فتنة عليكم وعليهم ساعتها تبقوا أنتوا مفتونين وفتانين كمان لأولادكم كمان ممكن الأولاد ما يكونوش نعمة لما إحنا نحس إن الأولاد عب وده يبقى مننا إحنا مش من الأولاد إذن إحنا لابد إن إحنا نبص بعين إن أولادنا ندول النعمة محتاجين نشكر ربنا عليها وعشان نشكر ربنا عليها لازم نسعى في تربيتهم ونسعى كمان في صلاحهم ونجعلهم عاولاً لنا على مرضات الله ونجعلهم عاولاً لنا على الإقبال على الله سبحانه وتعالى وساعتها أولادنا يفضلوا نعمة وربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا باب الحمد والشكر ويوسع علينا عشان أولادنا فعلاً زينة بتزين قلوبنا وبتزين أرواحنا بنعمة ربنا الناظر إلينا بفضل وكرم سبحانه وتعالى يا سادة هنتكلمنا النهاردة عن معنى من معاني الرجولة العمل وإن الواحد يترك كل وهم من أهوام النفس على إن إذا إنت ما عندكش شغف إنت ما عندكش قدرة فتعمل ليه؟ سيبك من العمل لإن إنت ما عندكش شغف ويريد ترتاح ويريد تعمل كل ده تعيش لنفسك وتعيش فرداني وما تحاولش لا تنفع حد ولا تعمل حاجة لحد بس ساعتها هتفقد اللزة والنعمة والبركة وتفقد كمان السعادة اللي بيجدها كل الناس اللي صاروا في طريق العمل وحسوا بمدد ربنا عايز تحس بإن العمل رجولة حس بإن العمل مدد حس إن يد الله قبل يدك في العمل حس بإن الله نظر إلى قلبك حس بإن الله سبحانه وتعالى بيرفع قدرك كل خطوة بتخطوها في العمل بترفع درجتك كل عمل بتعمله ومنتج بتنتجه كل واحد بينتفع فيه ربنا بيكتب لك الأجر وأهم حاجة إن العمل وصل إن العمل حياة في حضرة الإله اللهم اجعلنا من أهل العمل الصالح على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما من الصالحين الذين يعملون ما تحب على ما تحب إلى ما تحب يا كريم يا ودود يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر